اهلا بكم قتل ثلاثة مدنيين بحادثين انفجار لغمين من مخلفات الحرب في مديريتين الغيل وخبو الشعف التابعتين لمحافظة الجوف المرصد اليمني للألغام قال ان مواطنا في العقد الخامس قتل نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الحرب اثناء رعيه للماشية في منطقة الساقية بمديرية الغيل واضف ان شابين اخرين من عائلة واحدة قتلا خلال الساعات الماضية بانفجار لغم حيث كان يستقلان سيارة في منطقة الخلفين بمديرية خبو الشعف التابعة لمحافظة الجوف طلب فريق الخبراء الاممي مساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بتزويده بمعلومات حول اعمال التحقيق التي اجرتها في بعض الانتهاكات لتضمينها في تقريره العام جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع فريق العقوبات التابع لمجلس الامن الدولي برئيس واعضاء اللجنة الذي طرح بدوره عدة تساؤلات بشأن بعض الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة وعبر الفريق الاممي عن حاجته لمجموعة من المعلومات المتعلقة باعمال اللجنة سواء ما يخص حقوق الانسان او الموضوعات الاخرى التي تشملها ولايتها اعلنت الامم المتحدة اقتراب عملية الطوارئ الخاصة بانقاذ خزان صافر من نهايتها مع ضخ 60% من النفط الموجود فيها الى الناقلة البديلة وقال مدير البرنامج الانمائي للامم المتحدة انه تم تأكيد نقل 680 الف برميل من النفط الموجود في خزان صافر المتهالك وضف ان الكمية التي تم الانتهاء من نقلها تعادل 60% من المخزون النفطي في صافر والبالغ اكثر من مليور برميل نفط اكد البنك المركزي اليمني دخول نحو مليار ريال سعودي الى حساباته كدفعة اولى من دعم الموازنة العامة للدولة وثمن البنك في تصريح نشره الموقع الالكتروني الدعم السعودية لليمن خاصة في هذه المرحلة التي وصفها بالصعبة والاستثنائية منوها بان هذا الدعم سيمكن الحكومة من تجاوز كثير من الاختناقات والوفاء بالعديد من الالتزامات الضرورية والملحة اعلنت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدى النتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بنسبة ملغت 92.2% وخلال حفل اعلان النتائج تحدث وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس لجنة العليا للاختبارات عبدالغني الشوذبي تحدث عن الصعوبات التي واجهت الامتحانات والجهود التي بذلتها الوزارة للتغلب عليها وبحسب الاحصائية التي أوردها المسؤول الحكومي فقد تقدمت لاختبارات هذا العام قرابة 90 ألف طالب وطالبة في القسمين العلمي والأدبي هذه الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة